كيفكم يا تقبشوني؟ لأكيد كل أغلبكم وكلياتكم عنده فكرة عن هاي الشوكولات وشعيفة لأنه كثير درجة آخر فترة وأنا هاي أول مرة لحجرب أشتغل فيها وحبيت أعطيكم لمحة بسيطة عنها أنا هون وصيت على الأوالب من إي باي هذا قالب الأحرف كدبت الكلمة اللي بدي إياها بالشوكولات وعبيتها وحطيتها بالبراد وبس بردت إمت الأحرف بهذا الشكل وحطيت الكلمة على جنب أنا عبيت أحرفها ببيرز دايميشكا اسمه ميشكا فحبيت إهديها أنا هون عندي شوكولات بيضة سادة عادية دوبتها بالمايكرويف لونتها باللون الأزرق والأخضر فطلع معي لون تركواز بحطها بالقالب بهذا الشكل بخليها تبرد وبرد بعمل طبقة تانية للأطراف مشان الأطراف تجي ضعيفة شوي من قويها وهون بعد ما برد من إيمو على مهلنا من نظف الحواف من تحت هاي إذا طلع معنا عروجة وصار عنا القلب الكبير جاهز أما لقلوب الصغيرة كمان بهذا الشكل عبيتها شوكولات وحطيتها بالبرد لحتى تبرد أنا حطيت حشات القلوبة بعد ما بردت حشاتها بالكيك والزبدة سوا وحطيتهم بعد ما بردوا حطيت الكيك بقلب القلوبة بهذا الشكل وردت حطيت طبقة تانية من الشوكولات فوقهم لحتى سكر هاي القلوبة وبس هيك بحطتهم بالبرد لحتى يبردوا وهلأ طلعت معي مقم أمه بهذا الشكل بس عادي إنه بتتنظف بس تخلصوا بطالعة بهذا الشكل وبنظفها ما في أسهل من هيك وبس هيك عندي كمان هون الستروبري غطيتها بنفس اللون من الشوكولات بنستنى هون كلهم لحتى يجمدوا بعدين من زيين أنا هون دهنت القلب القلوب كلها بالبودرة الفضي الماء فضي وبس هيك لذات الأحرف بهذا الشكل وعملت خطوط على الستروبري وحتى على القلوب الصغير عملت شوية خطوط وصديقتي كان بدي هيك شوية ألعاب وشوية كانديز بقلب القلب وهاي المطرقة من حطها جنبها مشان انه تكسروا فيها وحطت شوية مارشميلو بالعلبة كتير سهلة ما توقعت تكون ناس انه بها السهولة ولأ كأول تجربة طلعت حسيتها كتير ناشحة وبس هيك انتو شو رأيكم إن شاء الله تظلوا بألف خير باي